لم تتصدر ساحة الرأي مقررات أو خطوات حديثة العهد تخص حرية التعبير عن الرأي في عام 2023 ولعل مكافحة المحتوى الهابط هو الحدث الوحيد الذي له احتكاكم بهذا الجانب مع ذلك استحوذ على مخوف كثير من الناشطين والصحفيين من تحول مساره إلى تقييد حرية التعبير في ظل الغموض الذي يكتنف تطبيقه يعني ما شفنا فد إجراء بحق هذا الموضوع لا هو أخذ حيزة وهو مش كقانون أو كإجراء ولا هو مثلاً لغى الموضوع المحتوى الهابط يعني شفنا موجة بعد أن أقره موجة معالجات وبعدها اختفى الموضوع أغلب الناشطين اللي يعني حتى ذات كان محتوى مهابط صار الموضوع يعني تردد وخوف من أي شخص يريد أن ينشر فكرة معينة بباله أو انتقاد الفجة السياسية أو جهة حكومية ورغم زخم التشريعات والقوانين التي تتحدث عن مكافحة جرائم المعلوماتية وتكفل حرية التعبير إلا أن الصحفيين يشخصون خللاً في التعامل معها ولم تستطع أن ترفع الضغوط السياسية والأمنية على عمل الناشطين والمؤثرين في المجتمع هي القوانين مشرعة لكن ليست مفعلة ننتظر تفعيل القوانين على الدوام السياسيين وشخصيات الكبرى والقيادات الأمنية داخل عاصمة بغداد وبقية المحافظات تقول بأنه هي داعمة لحرية وعمل الصحفي داخل الميدان وفي الشارع لكن لم نرى أي شيء على أرض الواقع يدعم هذا الأمر هناك انتهاكات من قبل أن نسميها انتهاكات لربما تكون فردية هي ليست انتهاكات قانونية من قبل ضباط ومن قبل منتسبين لمنع الصحفيين من مزاولة أعمالهم في الميدان وداخل الشارع نحتاج وقفة كبيرة من قبل جميع الجهات المشرعة والجهات المنفذة والجهات الساندة والداعمة لإعلام كانت تكون منظمات دولية وما يزال هناك عدد كبير من الناشطين والصحفيين تلاحقهم أساليب تكميم الأفواه بحسب تقارير إعلامية مما أدى إلى هجرتهم خارج البلاد وبينهم من يتعرض للترهيب والتهديدات مع غياب الإرادة السياسية في الوقوف على تداعيات هذا الأمر على الحديد قناة الفلوجة بغداد